هدوء محفوف بالحذر والترقب يكتنف سحة ميدان وسط العاصم كيف إثرى يوم دام سقط فيه عشرات القتلى من بين المحتجين الشرطة الأوكرانية كانت قد أعلنت صباحا اليوم أن المتظاهرين فتحوا النار على عناصر الشرطة بالقرب من البرلمان في محاولة لاقتحامه تقول هذه السيدة نحن نحارب العبودية في داخلنا لم نعد عبيدا بعد اليوم أما هذا الرجل فيقول أريد أن أؤكد أنه يجب أن يوقف كل هذا الدم لقد قتل أكثر من سبعين مدنيا بالأمس أوقفوا إراقة دماء الأوكرانيين ومنذ ليلة الأمس اتخذت المواجهة في أوكرانيا منحا خطيرا حينما سمحت وزارة الداخلية لعناصرها باستخدام ذخائر حية ضد المتظاهرين لحمايتها والمواطنين من هجمات المتطرفين بحسب ما أعلنت وقتل ما لا يقول عن سبعين شخصا في مواجهات بين عناصر الشرطة والمتظاهرين وسط تبادل للاتهامات باستخدام قناصة وتحولت الفندق والمطاعم القريبة من ساحة ميدان إلى مشاف ميدانية تجمع فيها المئات من الجرحى والمصابين ترجمة نانسي قنقر